هذا الفيديو تحدي أكل بخصوص ال5000 مشترك على قناة اليوتيوب تحدي أكل بيني أنا مدرب حياة بين رمزي اللي هو لاعب ونو القتالية محترف وبين سيف لاعب تنس محترف إذا في أحد منكم يحضر هنا أول مرة اسمي محمد سويدان ويحاول أجمع بفيديوهاتي بين الفائدة تطوير الذات والمتعة وللعلم اللي بخسر الشالنج عليه 20 بوش اوب بس نخلص هلو 20 بوش اوب عاديين ما فيهم اشي بس بعد 5000 كالوري اشي تاني فخلينا شوف مين هو اللي هيخسر أو اللي هيأكل أقل أو اللي ما هيقدر يكمل وهو اللي هيعمار بالأخير لعشين فوش اوب خلينا شوف اللي بدي شوف أخر فيديو بيني وبين رمزي شو يحضر الفيديو وانت عفكرة شو بتعمل حكي لنا على السريع فاشن الاثليت اه جرابلين اند ام ام اي مع المنتخب اللبناني هلأ مصاب بس ان شاء الله حيرجع عقريبة بالعافية هلأ هون رمزي عنا سيف في تحدي جديد توقعاتي اربح برو اكيد مش هاخصر مش حالك هاخصر يعني طيب سيف عم يحاول يحمسنا يعني بس حكي كل كلامات فعل حكي فاضي برو حكي فاضي قديش رأيك حياكل سيف اه صح سيف فات منع اوكي يمكن ما يطلع فو الألف صراحة يعني مبتل ألف كالوي توقعات كتير خفيفة وقليلة سيف بتك العافي برو عرفنا عن حالك على السريع انا سيف اه شو بتساوي برو حفوز واو طيب حلو بلعب تنس محترف بالجامعة شف انا شف بطلق وانا امري 8 سنين توقعاتك برو بصراحة انا بتوقع انه انا افوز اكيد اكيد رح اكل اكتر من 3000 كالوري اكيد رح اوصل اكيد هتفوزنا يعني انا ورمزي اه اه هاد اكيد رمزي بحكي كتير ها اظن اتفاقنا سيف حيخسر يعني على الاكيد خلان نبلش رأينا نقية مطاعم ها نوريكم الاكل هيك منظر الاكل قبل من بلش نجيبنا دونتز نجيبنا هدولا فيهم 3 طباقات سندويشة كاملة شايليز بطاطا هيك من مصر 5000 كالوري هلا انتم شفتوا الاكل ويمكن فيه منكم بفكر محمد عامل فيديو تحدي ومعرف شو اكل على بس كم سندويشة هلي نوريكم بالتفصيل قديش كان عدد الكالوري في كل اشي اكلنا السندويشة الطغيلة هاي اللي في البداية 1100 كالوري لحالها وهي الارقام الباقية كمان على الصورة سندويشة الونديز هاي اللي 3 طباقات كمان تقريبا 1100 كالوري والارقام الباقية كمان على الصورة قدامكم بطاطا نيويورك فرائز اللي هيك شكلها وفوقها لحمة وجبنة وباربيكو ساوس ومعرف شو تقريبا 900 كالوري بطاطا الونديز الحمرة الكبيرة 500 كالوري تقريبا ماشي حالها لدونتزا دول المدورين الواحد منهم 200 كالوري واحنا المفروض كان كل واحد فينا يأكل اربع منهم فكل رقم على الشاشة يضربوه بأربع والمشروب الكبير اللي جبناها أنا جبت IST الشباب جابوا 7up فأقولوا مثلا تقريبا 150 كالوري وعلى فكرة أنا حسبت لكم كل الارقام شوفوها الكالوري الكاملة 4740 كالوري كل شخص هيك المفروض يأكل هذا معناته الاكل اللي قدامنا فيه 443 جرام كاربوهايدرات 231 جرام دهون و 182 جرام بروتين شو معناته هاي الارقام كل لدها من ناحية البروتين هذا معناته انه كل واحد فينا المفروض يأكل جاجة كاملة وفخدة حسب اللي شوفتو انلاين يمكن الطريقة اللي انا حسبتها فيها غلط ما بعرف انتو شوفو مكتوب انه 100 جرام من الباستا تعطيك 25 جرام كاربوهايدرات فهذا معناته انه كل واحد فينا المفروض يأكل كيلو فاصل سبعة باستا بتعرفوا قديش الكيلو بيطعمي الكيلو الواحد بيطعمي بين 8 و 10 اشخاص صراحة يعني مهما كانت النتيجة في النهاية ما اظن اي واحد فينا وعم ، هذه عن 10 اشخاص صراحة المشكلة في الدهون انها فعلا مضرة للجسم بالزات انه معظم الناكل العالة لا لي وحنا عارفن ان هذا الاشي بيأثال على القلب دعاني نشوف شو صار مهي … مهي ازفغر ساغ voluntات هكا غشاش من اول اللاره من اول لوس جاهزين معانا ساعا محاولين يخلصات المادين يالله لاتس كن هكو الواحد ليون اخلس هاي يسنتين سنبدو باقي اترا الطبقات هذا يعني عندنا انواع البطاطا وعندنا المشروب كامل قبل ما نخرج تقليل هي الدونال نمزي رأيك ثات صفا كيف المر معكم الحمد الله يعني يعني أنا بقول بعد بعد هارساشين يمكن ننصح نمزي كيلو سيف الاكل طيب بس اذا كان اطيب كان بيكون اسهل اكله سيف شيف بس ما بيتبخ لحده شيف بس شاطق بالحاجب هدول نشفين نشفيني زي ما بيدخل وهيك زي الحطب بنزل بنزل اسفيني صعبيب ما يريدش على قد في ملح قبضيها عم بكت الملح مان اسفيني لا انا كسبت تمنى شيابيني ملح وبطاطا ليش مطاطا وملع انا عطينا ارضي من عندك انطرة بطنبرا هايد مليون هايد صراحة انا حاسس المليح خلاص هاسس كذب على العمد لا 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 بعد البطاطا بيكون بدي شي شي شوية حلو سيفس نمبر ون وثو وثري انا اقترب مني انا اقترب مني هيدا منخ يا زامي مالزون ام لحما ففا يا حبيبي شو هيدنا انا بس مع اعذار حبي حبي راجع بس ايو فرايز كان اصابي ممم سبحان الله معتك مقصة اثنان ثلاثة واحدة لالدرينكس واحدة لالاكل اللحمي هالقصاص طيب هنبليش بالدونتس او كيف الله الله تعال هات زوم 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 يالله يزهن شهد راح يقع مقصنا نحن فرايز ونوه خلاص افتع عادي دونتس او عادي سيف سلاخ مرحي يا ملح زياد يا كتير سكر بعد هذا كتير سكر مش هاسس بتطعمه الله راجع ما نعرف دونتس او كميز بطاطا فجأة اختفى وصار هاي البطاطا الرابعة لعمر اللي هو مش عمشارك معنا شو تحليلك رو سبحان الله بس بلشنا بالدونتس صار سيف ماكر واحد سبحان الله مرصنا 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 خلصنا هده التقريبة من نص ساعة ساعة لربع امورها تمام مرصنا 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 نهاية لا انا سعد سوء سنتمت ماشيigious شو بتساوي برو لحفوز اعمel انفوزه ه их رمزي طيق العافية عزيزي فلا حدي كان من ممل يخله خمسة هفكار هدف واحد خزير هنا صح انا خلصهم اسرع واحد رمزي ما كان بتسابق للوقت سيف ما اخلص استسلم خمس تالاف والله مش إلال خمس تالاف كالوي يعني لازم نعملها الثاني وحدية عشر تلاف عشر تلاف بس بنا سيف سيف ما في داعي يشارك بالضبط هو ماكل قال ايش اها انا افطرت صبح وقت ميل هزا 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 عم اكلنا بالبات انا ويالا بسلي طيح احنا انا اتغديت رسمي انا اكلت اي ساعة افطره؟ تمانية تنتين في حدا بيفطر على الساعة تنتين ثلاثة يا اخي ما بعدين شو عم يأكل عم يأكل فراز و تفاح ومي فيجي بس يا بحاجة شبعان بمنا شبقى راجع محي راجع طيب بزعيفين شبقى ثلاثة اكلي راجع جوا هاي دي مطر راجع عليك باردية باردية صورنا اليوم شكرا باردية وهي اخويل كمان كل حال اخويل عرفة بروك عزيزي رمزي شديق العزيزي سمحت رمزي وانا يا السلام يا السلام كلبي موه من قلبك الصغار وانا اخويل شبقى مبسوط شبقى انتي يا شوار ايه منك بكم يا سيف بدي يعملين من قوشة بسهول لشوفوا وراء الخلقية جاهز لنا أمورك برو عشرين قوشة 20 قوشة حرام 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 شوف قديش طيب الله قديش حاجة ما مقارتني بسيف يا الله برو يا سيف شايف ساعة بما شاف السكوريتي غار بطا بتفضل هون يعني ضل ايتك تستنع بما يجاك السكوريتي من الان يا برو اتأكد لي ما في صراسي مالك تتطلع هيك برو اتأكد لي ما في صراسي تعال بتغسل ايديك سخلص اه اه ايش هالفورم ايش هالفورم ايش هالفورم لاحظة شوية ساعة ايدي أمور شو برو اتأكد 15, 14, 15, 16, 17, 18 يستطيع أن تفعل 21 19, 20 أين هذا كله ثانية؟ 3 4 شو صيف؟ بعدين أفعل 25 وأنا أخلصت أخلصت ما أطلب تنشي حالف إنه خلصت خلصت اللي كان قدام أقول يا يا خبيبي عنا فيديو عنا فيديو بيقول أنا أنا مش قادر انتم فهمين اللي صار 4700 كالوري اللي هي يمكن تاخدك فوق اليومين إنك تستهلكها إحنا أكلناها بنصف ساعة ساعة للربع تقريباً حالبعيداً عن المزح والشغلات الثانية اللي صارت في الفيديو إحنا ولا واحد فينا بيأكل 4000 كالوري أو 5000 كالوري تقريباً كل يوم هاي الشغلة بتسميه كوين كل فترة وفترة وهاي كانت نوع من الاحتفال عشان الحمدلله وصلت أنا 5000 مشترك وكتير من الناس بتسألي إيه إذا ما بتنصحوا إذا بتأكل هيك إحنا ما بنأكل هيك كل واحد فينا بلعب رياضة باستمرار كل واحد فينا بيأكل أكل صحي باستمرار كل واحد فينا بحاولي حافظ على جسمه بقدر الإمكان فاللي شفتوه إنتو في الفيديو يعني هذا يوم كل كم شهر مش حتى كل كم أسبوع أنا هبلش أنزل على يوتيوب أقل مرة بالأسبوع تقريباً عشان أنا أحط جهود وتفكير أكتر بفكرة الفيديو عشان تطلع النتيجة أحد لإني أنا لاحظت أنه ما بنفع معاي لأنه أنا أنزل يوم آه يوم لا لأنه ما بيكون حينتي وقت كافي أفكر بالفكرة وأطلعها بشكل حلو أحط جهود فيها من ناحية المونتاج ومن ناحية الصورة المصغرة وهي الشغلات تفاصيل كتير مهمة عشان بالأخير أداء الفيديو يكون منيح انتو كمان تستمتعوا بالفيديو تقريباً على كل المنصات اللي أنا بأنزل عليها هحاول أنزل أقل بس يكون في تفكير أكتر في الفيديو وإن شاء الله تكون الجودة أعلى كمان وإن شاء الله دائماً هحاول أطور من حالي وأضبط فيديوهاتي عشان انتو كمان بالأخير تستمتعوا بالفيديو أكتر كل مرة بتحضروه وهحاول أن هذا الفيديو مع أنه هيكون مرة بالأسبوع أنه يكون بسهل أنه يكون فعلاً من الفيديوهات اللي انتو بتكونوا بتستنوها عشان تنزل زمان ما عمنا هاي الحركة صلي فتر مش شايف عدد ساعة المشاهدة يلا 1400 الحمد لله فشكراً كتير لكم وإن شاء الله بشوفكم في الفيديو الجاي